موسيقى موسيقى المعاني الجامع تلقاه مرتد عن دينه لا تنقش دين او مذهب ورتد عليه اي تراجع عليه الردة لغويا تتعني الرجوع في الطريق اللي جاب منه الواحد او الرجوع عن الشيء كما شفنا ان الردة ماشي فقط ليترك الاسلام ولكن اي واحد ترك الدين دياله كنهودي بودي او غيرهم وفي المسيحية هو الشخص اللي كان مؤمن بالمسيح ونكر المسيح الردة هي موجودة من زمان وفي كل الديانات فاذا بحثنا وشفنا التاريخ تلقوا مثلا ان المغرب عرف بزاف الديانات كالوتنية اليهودية والمسيحية قبل دخول الاسلام ونذكر ان نقرينا في التاريخ لحضارة المغربية كيفاش كانت بعض الحكومات تتواجه الناس من الديانات الاخرى اللي خلا بعضهم اما يهاجروا او يضطروا انهم يستسلموا للديانة السائدة في الدولة لكن هاد الناس ما تسنموش انهم مرتدين عن دينهم رغم انهم غيروا الدين تيالهم المشكلة التي ترى عندنا هو الواحد مني تكون تابع للدين سائد ويختار انه يولي تابع للدين اخر او انه ما يتبع حتى دين تطنود القيامة وتتكتر الاحكام ضده اما مني تترى العكس فالناس تكون فرحانة وهذا علاش؟ لانه ما كانش عنا حرية الاختيار فاحنا تولدنا في بلاد وفي عائلة لقيناهم على دين خاصنا نبقى على هاد الدين وتيولي هاد الدين مفرود علينا وبزز منا بغينا او ما بغينا لكن تنساو انا من حق كل واحد يبحث ويختار ومن حقه انه يبقى كيم مكان او انه يغير او يقتنع بمذهب او دين اخر لكن خاصه يكون مقتنع ماشي باش يكون مختلف من حق كل واحد فينا يختار المصير دياله وما منحق حتى وحد يمنعه في اختيار دياله ممكن يناقشو لكن ما يمنعوش لانه كل واحد فينا هو اللي غيتعاقب ماشي الاخر غادي ياخد نوبو لان انا من غادي نمشو عند الله والقوراسنا غالطين مغين فعلناش نقولو ليه راح فلان السبب او نعملت كما لقيت الناس ستعمل هو غاي يجاوبنا انا عطيتك عقل باش تفكر صفتلك الناس باش ترشتك والقرار كان قرارك ماشي قرار فلان اياها اخويا القرار قرارك والمصير مصيرك انت خيستك تختار ماشي لانك تولدت في عائلة حتى لو كنت مسيحية خيستك تكون بحالهم بلا ما تفكر لا خص القرار يكون قرارك ونابع من قناعتك ماشي من قناعة الاهل او المجتمع اللي انت عيش فيه لانه اليوم غت تاخد القرار وهو هدك اليوم اللي غت تولي فيه يا مسيحي او غيره يعني مني نبغي انا وناخد القرار اني ننتبع المسيح غابش نولي مسيحية ماشي نهال اللي تنتولد فيه تنكون مسيحية مهم ربما قرارك غاي يخليك تولي بالنسبة الناس اللي انت عايش وسطهم انك مرتد لانك بدلت الطريق اللي كنتي فيه وربما البلاطة اللي انت عايش فيها ما تيقبلوش تغيير لكن عارف حاجة مهمة بزاف ان الله اللي خلقك هو المهم اللي خص يكون في حياتك عطاك هاد الحق انك تختار فما تهتمش بقاش يأمنون الناس او بقاش يحكمون الناس لكن عارف ان مصيرك بعد الموت هو في الدكنتا وانت الواحد اللي خصك تتحكم فيه ومن الاحسن انك دا بتفكر ماشي تقول اليوم ما عنديش وقت لاجل الغداء لان حتى واحد فينا ما هارفش حل غادي يقدر يعيش واش غادي تقدر تعيش لحت غداء ويدم تيليو اش غيكون مصيرك